مساء الفول يا جماعة ان شاء الله تكونوا بخير طبعا انتم عارفين قبل كده كنا بنتكلم عن اسعار السكن والمعيشة في مصر ويعني كنا على امل ان الدنيا الاسعار تنزل شوية ولكن فترة دي اتفاجئت مش اتفاجئت قوي يعني بس هو كان متوقع ولكن الناس اللي هم تابعاني لو انت بقى انه تيجي مصر الفترة دي فبدل ما كنت بقولك يا من حسابك في الف دولار لا يا من حسابك في الفين دولار كل الاسعار انضربت في اتنين كل الاسعار انضربت في اتنين طبعا فيه ركود في العقارات الفترة دي بسبب التضخم بسبب الاسعار بقت عالية جدا جدا يعني لو انت عاوس تشتيري مثلا شقة مسحيتها مثلا مية متر مية وعشرين متر مثلا هتبع حسابك فيه ملاكلة عن من ستمائة سبعمائة الف جنيه لتمنمائة الف جنيه تكلم ده مثلا بتكلم عند الشعوق مدينة بدر ناحية اكتوبر المناطق اللي هي تعتبر لسه مش اهلة مية في المية بالسكان يعني ولكن ده مينموم تلاتين الف دولار تلاتين الف دولار دلوقتي تسعمائة الف جنيه يعني اقول من عشرين لتلاتين يعني ما بين الرقمين دول لو انت بتفكر تشتيري عقارات في هذه الفترة طيب انا يا عم عايز اجي 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 ادرس الموضوع ده هيكلفني كام موضوع ده دلوقتي تكلفته الكلو اللي احمل النهاردة بقى بميتين واربعين جنيه طبعا تخيل بقى انت بقولك متوسط المرتبات في مصر اربح تلاف جنيه او خمس تلاف جنيه بالكتير قوي تخيل انت محتاج متين وخمسين في تلاتين دي اصلا دخل حوالي سبعة وشوية تقريبا فتخيل انت محتاج يوم عشان تجيب كيلو لحم الفراخ النهاردة بتشعين جنيه البتاعة البيض النهاردة اللي هي في تلاتين بيضة عاملة مية جنيه الى مية وعشرة جنيه في كرفو طبعا انا ما كنت متوقع كده بس عايف انت عم انت تبقى متدايق لان انت لما تكتهد ويطلع عينك وتخيل انت من السنة اللي فاتت للسنة دي تلاقي قيمة مرتبك نزلت اكتر من ستين الى سبعين في المية من قيمتها السنة اللي فاتت كنت تقدر الدولار كان بستاشر جنيه في بداية السنة تخيل النهاردة الدولار بتلاتين وربع في البنك قول اتنين وتلاتين يعني الضعف فده طبعا بسبب عدم وجود انتك هو اللي عامل الطفرة الكبيرة جدا في الاسعار طبعا لو جيت تسكن بقى عاو السكن وبتاع والوحدك السكن هتامح حسابك في السرير في غرفة مثلا مش هاللي من الف جنيه في الفترة اللي احنا في ايه اسم الف عالة تلاتين لو سعر البنك او خمسة وتلاتين لو سعر سوق سودة سوق سودة ماشي طيب اكلك وشربك كنت بقولك ممكن تتمح حسابك في خمسين ستين جنيه ده انت دلوقتي عايز لك مية جنيه في اليوم انا ما اكلمك والله انا متضايق بس سوى فعلا بقى واقع واقع مش مش لطيف واقع صعب لان طبعا السبب سبب حاجات كتيرة دي عايزها لها موضوع لوحدها ولكن انت عارفين سياسات الانفاق في الدولة كمية مشاريع في حاجات كانت تؤجل بدل السنة عشر سنين كناش محتاجينها دلوقتي خالص الكهرباء والمية والغاز والانترنت عايز لك يجي خمسمائة ستمائة جنيه في الشهر او الف جنيه في الشهر يا عم ده لو انت يعني بقى ايه منزه نفسك او ماشي طبعا الكلام ده كله تقسمه تحسب بالدولار هتلاقيك انت عشان تيجي مصر للناس اللي بتسأل برضو هيا خمسمائة دولار تكافيني خمسمائة دولار دربها في ثلاثين بتكون في خمس شهر الف جنيه ولو سو ده اكتر من خمس شهر الف جنيه طالما مرتبك فوق العاشر تلاف جنيه انا بقول لك هو عشان برضو ما نطولش يعني مرتبك فوق العاشر تلاف جنيه فتأكد ان انت تقدر تعيش في مصر ماشي مش هقول لك لا انت ميت ولا انت يعني في رفاهية لا بس اللي هو تقدر تعيش تقدر تصرف وتقدر تواكب الاسعار اللي موجودة مع طبعا مع يعني عارف انت على مضد تخيان انت راح تيب كيلو لحمة بثين وعبعين جنيه ولا فراغ بثمانين تسعين جنيه انا مال احنا عندين بنعمل عندنا هنا مشروع اسمه بريكة غليون السمك النهاردة البوري هتلاقيه بتسعين جنيه ولا اكتر او ميت جنيه في كارفور كان معروض بمية وعشر تقريبا البولتي هتلاقيه بعد ستين سبعين جنيه تخيان تخيان هندي بريكة غليون هنا الفين فدان المفروض هو مشروع سروا سمكية السعر البوري والبولتي قبل المشروع ده كان رخيص بعد المشروع ده تخيل بقى غالي يعني تخيلتها المفروض تعمل المشروع عشان عشان تشبع السوق عندك لا ده انت باخدوا اصلا انتجارة وبوز الاسعار خالص والسوق فانتوا يا جماعة اللي ناوي يجي عمل حسابك مشاقل من يعني هنقول ربعمائة كمشمائة دولار دول هتقدر هتقدر يكافوك وزيادة في مصر ماجي؟ تمام في حاجات تانية بس مشان ما طولش تولي في الكومنتات عايزين تعرفوا ايه وحنا نبقى نعمل افضيت عليه وربنا يتولانا ويصلح على سلام